النهاردة اليوم حلو 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 حقنا بيكسب النهاردة بربعية بعد سلسية كابفيردي صلاح ميت مباراة حسام حسن مع حفظ الأركاب طبعا وصلاح وقفين مع بعض بيتصوروا والحالة حلوة كل حاجة حلوة النهاردة بص هو يمكن الحمد لله رب العالمين الأداء من ماتش لماتش بيبقى فيه شكل كويس جدا لكابتن حسام والمنتخب ويمكن لكابتن حسام كمان بدأ بداية تغيير جلد بشكل منظم شوية والدفع بمجموعة لعبين صغرين في السن النهاردة خلت صبح الأول مرة أبراهيم عادل بيشترك لتاني مرة بدفع بأكتر من لعيب جديد تغيير أسامة فيصل النهاردة كان بدأ المباراة والغريبة بالنسبة لي أن أسامة فيصل كان بدأ تسعة ونص أو ستايل عشر أنه بيرجع ويخال محمد صلاح هو لفيرود ويزيزه متحرك ووسامة متحرك وتريزيجيه متحرك شاب أسامة فيصل حتى مع المنتخب الأولمبي دا ستايل لعبه ليه بينزل كتير قوي وبيسيم مثلا إبراهيم عادل لما كان موجود مع المنتخب الأولمبي هو حتى يعني بعض الناس تنوم على أسامة فيصل أنه هو بينزل كتير بس واضح أن ديت تعليمات مدربين واضح جدا وعملها كويس ويمكن بسخد بالك برضو في فرق كبير جدا بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأولمبي حتى تحس أن أسامة فيصل النهاردة ممكن مش أحسن مستوى ليه إنما يعني بداية الدفع بيه وإن يبقى عندك لأن أنا اشتغلت مع أسامة فيصل كمدرب في 2001 وهو عنده 15 سنة في المنتخب 2001 لا في نادي الزمالك مرنته في نادي الزمالك في سن 2001 وهو عنده 15 سنة وكنت بلعبه 9.5 وكان بيلعب قدامه أنا كنت ترسل جيل 2001 جيل 2001 جيل 2001 وهو عنده 15 سنة في نادي الزمالك وكان اللي بيلعب قدامه لأنه كان دي 2 فراودة ما منفعش حد فيهم يعود وسامة فيصل وحسام 10 وكنت بلعبهم الاتنين تحت بعض 1.9 ونص و1.9 فأنا مربيه وعارفه والإمكانياته عالية جدا جدا روح قتالية غير طبيعية بيقاتل على كل كرة النهاردة بيعمل ده بس هو لسه برضه منتخب الأولمبي بلعب جنب محمد صلاح جنب زيزو جنب الأسماء التقيلة قوي اللي هي برضه أنا ممكن أطلع بره الإطار ده خلص ممكن عشان بس يجب في باية دلوقتي أسامة فيصل روح من أبناء نادي الزمالك ليه الزمالك مرحش يهيبه تاني مثلا هو أصلا هو أصلا فيه غلطة كبيرة جدا 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 حصلت مع أسامة فيصل إيه هي؟ أسامة فيصل طلع عارة البنك الأهلي عارة البنك الأهلي واتباع السنة اللي فاتت براقة أو يعني في الموسم اللي فات اللي خلص ده وانا غريبة جدا عندي إن أسامة فيصل اتباع عارف أسامة فيصل محسام أشرف مع فرود أفريقي قوي مثلا ونفرد زدج سيف الجزيري أرم بوانزا أي اسم الأسماء اللي جاية الفلسطيني عمر فرج أي اسم الأسماء دي كان هيبع عندك خط هجوم قوي جدا جدا مين اللي خدت قرار؟ وباع أسامة فيصل أنا مش عارف يعني الفكرة نفسها اللي اتخذت وان فكرة بيع قسامة فيصل لنادي البنك الاهلي لان تقال انه قسامة فيصل عقده بيخلص تلع عارة وما ممددش العقد فعقده بيخلص اخر سنة ليه فالبنك الاهلي قال لك خلاص احنا عايزينه وناخده بدل ما الولد ممكن السنة الجاية او الزمالك ممكن السنة الجاية ما ييجي ويبقى عقده منتهي وعنده وفريه فاعتقد وقف البنك الاهلي اتموا البيع بتاعه ودي من وجهة نظر من غلطات كبيرة جدا لحظ طيب